الميزة الكبيرة أفلا أكون عبدا شكورا كان صلى الله عليه وسلم يعظم النعمة وإن دقت يعني لو كانت النعمة صغيرة الواحل ما تخطر له على بال كان صلى الله عليه وسلم يعظمها ويجلها هذا تعامل الحبيب صلى الله عليه وسلم كانت اللقمة إذا سقطت يميط عنها الأذى ويأكلها كان يلعق أصابعه حتى الفتاة الصغيرة الذي يقوم في صباعه لا يفوت يقول ما تدرون في أي طعام أحمكم البركة قيمة النعمة عند الحبيب صلى الله عليه وسلم قيمة كبيرة أول شيء في كتاب الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب الله ربنا جعل أول معنى نتعلمه في كتابه وفي فاتحة الكتاب اللي أعظم السور أول معنى نتعلمه الحمد في الجنة فيه بيت خاص اسمه بيت الحمد للإنسان اللي يعرف نعمة الله سبحانه وتعالى يعيش مع نعمة الله سبحانه وتعالى دائما من الدروس النبوية الكبيرة جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرادنا أن نعيش التفكر في النعمة قال صلى الله عليه وسلم من لا يشكر القليل لا يشكر الكثير الإنسان أحياناً لا يعرف قيمة الشربة الماء لا يعرف قيمة الإضاءة اللي فوقه لا يعرف قيمة التنفس الله سبحانه وتعالى قال وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ كان صلى الله عليه وسلم مثل هذا الحال يتكلم عن النعم يشير إلى النعم يذكر بالنعم النعمة التي لا ينتبه الإنسان لها أنها نعمة كان صلى الله عليه وسلم يشير إليها وينبه عليها عليه الصلاة والسلام يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم والحمد لله تملأ الميزان يعني لما الإنسان يقول الحمد لله يشعر أنه ملأ ميزان الله تعالى ثواب حتى أن بعض أهل الذوب يقول أن الحمد نعمة أكبر من النعمة اللي حمدت عليها يعني الله تعالى أنعم عليك بشربة ماء فلما تقول الحمد لله حمدك هذا نعمة كبيرة أضعاف أضعاف قيمة الشربة الماء التي حمدت عليها فشوف الإنسان كيف دائما يترقى 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 في الحمد النبي صلى الله عليه وسلم لما جاي إلى عنده واحد كان هيئة ورثة وشكل ما كان يليك قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ما معاك مال ما عندك مال قالوا يا رسول الله عندي من كل المال عندي والبقر والغنم قالوا فإن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده ربنا أكرمك ربنا يحب يشوف النعمة عليك تحدث بنعمة ربك أظهر نعمة الله سبحانه وتعالى هكذا كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يحث الأمة أن تعيش مع النعمة وأن تعيش شعور كبير مع المنعم سبحانه وتعالى في علا من أول مراتب الشكر أن يعرف أن النعمة هذه من الله إذا الإنسان أقر وأحس أن النعمة من الله هذا شكر لله سبحانه وتعالى لكن أعلى من هذا أن يفعل وأن يعمل مقابل هذه النعمة وأن يستخدم النعمة فيما يرضي الله سبحانه وتعالى أعلى من هذا أن يصير عنده إحساس أنه غير قادر أن يحمد الله أحد الأنبياء قال يا رب أني كل ما أردت أن أحمدك على نعمة وجدت أن حمدي لك نعمة تحدثها لي فكيف أحمدك يا رب؟ فقال الله تعالى له عبدي هكذا فكن يعني دائما خليك حاس أنك مش قادر تحمدني وأنك مش قادر تؤدي حقي أبدا الله تعالى قال في كتابه اعملوا آلة داودة شكرا فالإنسان إذا ربنا نعم عليك بقوة وعافية ساعد الإنسان اللي ما عنده قوة وعافية إذا نعم الله عليك بالمال أخرج منه في سبيل الله سبحانه وتعالى للمستحقين للمال إذا الله سبحانه وتعالى أن نعم عليك بالعلم علم الجهال والفقراء المقصود أن كل نعمة من النعم ينبغي للإنسان أن يبذل منها لأن الإنسان إذا بدل هذه النعمة لله وإذا حمد الله عليها بلسانه وقلبه شاعر بنعمة الله تعالى أول ربنا يحفظ له هذه النعمة من الإنقطاع وبكذلك الشكر يزيد النعمة ولئن شكرتم لأزيدنكم كان الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في كثير من الأحيان إذا أخبر بنصرة مسلمين إذا أخبر بشيء من الخير حصل أخبر أن قبيلة من القبائل أو قرية من القرى دخلت في الإسلام فكان صلى الله عليه وسلم إذا جاءه خبر يسره أول ما يعمل أنه يخر لله سبحانه وتعالى ساجد في أي مكان في أي زمان على أي كيفية هذه السجدة التي تسمى سجدة الشكر لها ذوق لها ذوق سبحان الله جميل جدا يعني نحن اليوم من مننا لما يخبروا أن الله تعالى رزقه مولوده على طول خير ساجد في أي مكان في أي زمان حتى قالوا على طهارة أو على غير طهارة أو على قبلة أو على غير قبلة سجود الشكر مطلق في أي مكان في أي زمان على أي حال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الإنسان المريض يسجد بل جاء أنه إذا رأى القرد يسجد النبي صلى الله عليه وسلم يشعر بنعمة أن الله سبحانه وتعالى قومنا في أحسن تقويم هذه كانت حياة الحبيب صلى الله عليه وسلم الحامد المحمود ويوم القيامة يأتي محمودا لأنه كان أكثر الناس حمد لله نحن اليوم أكثر الناس حمد لله سيكون أقرب إلى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم اشتركوا في القناة